اكدت السعادة السيدة امنى بنت احمد الرماحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان مسارات العمل الاسكاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت بشكل كبير في توحيد الرؤى وتطوير السياسات والخطط الاسكانية بالافكار والمبادرات والحلول الامر الذي ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد توفير خدمات اسكانية مبتكرة للمواطنين وقالت الوزيرة امنى الرماحي ان مملكة البحرين تدعم جهود الاشقى في دول المجلس في تبادل الخبرات والخطط والتجارب الاسكانية وتعزيز منظومة العمل الخليجي وتحقيق الاهداف المشتركة منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه اصحاب الجلال والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم بقطاع الاسكان باعتباره من ابرز روافد التنمية المستدامة جاء ذلك لدى ترأس سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمسقب وخلال الاجتماع تم مناقشة واعتماد وعدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي تضمنت مقترح الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن خطة العمل الاسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام الفين واربعة وعشرين وحتى الفين وثلاثين اشتركوا في القناة